نتفق مع هذا الرأي باعتبار أن هذه المرحلة والأيام التي نعيشها الآن أو ما يمكن وصفه هذه المرحلة من هذه الحرب هي لا يمكن فصلها عن المقدمات وعن المدخلات التي ربما هي تعود حتى قبل 7 أكتوبر 2023 المنطقة ذهبت باتجاهات تصعيدية وباتجاه الشعارات وباتجاه الحرب الإعلامية منذ عقود ولحظة الصدام التي لحقت 7 أكتوبر وتوسع الحرب باتجاه الجبهة اللبنانية ودخول لبنان بشكل واسع وتحديدا قيادات حزب الله في هذه الحرب واستدافهم بشكل مباشر وبشكل دقيق حول المجريات وبالتالي لا يمكن أن نفصل هذه اللحظة عن ما سبق بمعنى أن إيران هذه الدولة الإقليمية التي كانت ترفع شعار تحرير القدس ومحو إسرائيل وأيضا تحفيز جميع الفصائل والمجاميع المرتبطة بها والتي هددت حقيقة استقرار الدول ذات السيادة وباتت تشكل نفوذ كبير وعندما جاءت لحظة الحرب ولحظة الصدام الحقيقية نلاحظ هكذا تصريحات من التراجع أعتقد الآن خطابات إيران ذات الطابع السلمي وذات الطابع التعاوني ربما هي لا تنسجم مع طبيعة آلة الحرب المستمرة والتي تدور والتي ربما هي تندرج إيران على رأس الأهداف عندما نشاهد هكذا حركات وهكذا نشاطات مكوكية من قبل وزير الخارجي الإيراني أعتقد بأنها ربما تأتي في إطار مساعي لوقف أو على أقل تقدير تحييد الجبهة الإيرانية من هذه الحرب ولكن العالم كله ينتظر ردود فعل أو ضربة إسرائيلية على إيران وعلى المصالح الإيرانية وبتصوري أن هذا الفعل هو مدعوم من قبل الدول الكبرى نلاحظ في ذروة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعلى غزة ومطالب واشنطن بوقف إطلاق النار نلاحظ بأن واشنطن تقدم دعم عسكري ودعم مالي لإسرائيل الآن تنشر منظومة دفاعية من أجل حماية إسرائيل بالتالي هذا يعكس موقف واشنطن الداعمة لاستمرار هذه الحروب وأيضا للخضوع لتوجهات الحكومة الإسرائيلية هذا معناه أن إيران ربما قد لا تنجح في مساعيها لتجنيب دولة وتجنيب الأمن القومي الإيراني أي ضربات أو استهدافات مستقبلية قد تكون في إطار دفع أو تأجيل هذه الضربة ولكن نعتقد بأنه الضربة ربما خطط لها وربما اتخذ قرارها في الدوائر الأمريكية والإسرائيلية ونحن أمام انتظار هكذا ضربة ولكن إيران تتمسك بالورقة الأخيرة وهي ورقة المشاورات الدبلوماسية كما ذكرها وزير خارجية الإيراني أملا في التأثير على واشنطن من أجل حماية إيران من أي ضربة قادمة هذه المساعية أعتقد بأنه عندما نضعها في سياق سياسة إيران الإقليمية نقول بأنه إيران هي ضمن دائرة الأهداف وهي طرف مباشر في هذه الحرب بالتالي ليس بمقدور إيران وليس بمقدور القيادة الإيرانية أن تنأى بنفسها عن هذه الحرب الإقليمية أو تضع نفسها خارج سياقها مسألة أن تدفع الحرب أو تدفع إيران دول أخرى كالعراق إلى الواجهة ولأن يكون ساحة لهذه الحرب هذه ليست أو لا تنطلي على طبيعة الدول الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة